المحبة الفائقة المحبة تقدم ولا تحجم محبة منتصرة فاللغة اليونانية فيها تعبير كثيرة للمحبة منها محبة الأخوة أو الصداقة ومنها محبة اللي بسموها إيروس اللي محبة الجنسية أو العلاقة الجنسية وهكذا لكن هذه محبة الله أعطانا إياها أنعم علينا بالمحبوب يسوع المسيح بدون أي مقابل فالرسول لما بيوصف هذه المحبة يقول المحبة الفائقة صعب إدراكها أو وصفها لأنها محبة عميقة جدا المحبة قوية المحبة مكتوب عنها تتأنى وترفق المحبة لا تقبح المحبة تستر كثرة من العيوب أو كثرة من الخطايا بيكتب الرسول بولوس ويقول لكي تدركه حتى ندرك هذه المحبة نحتاج إلى تجديد ونحتاج إلى استنارة وإعلان روحي عملية الإدراك هي عملية استعاب روحي عميق في كيان الإنسان الداخلي ويستمر قائلا وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة متأصل بيتكلم عن شجرة جذورها عميقة في التربة تتأصل وأيضا تظهر الثمر من فوق في ثمرها بيتكلم عن متأسس في المحبة كمبنى له أساس متين جدا قوي مثل الحجارة اللي شايفينها حوالي هذه الطرق الرومنية كانت تبنى بحجارة كبيرة موجودة حتى يومنا هذا رغم الزلازل اللي حدست في هذه المنطقة بيستمر يقول متأسسون أو متأصلون في المحبة ومتأسسون في المحبة وتعرف محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله هذه المحبة مرة أخرى أنعم علينا في المحبوب ربنا يسوع المسيح